السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السورة معلمة التربية الإسلامية اليوم إن شاء الله رح نشرح درس للصف الثامن الأساسي اللي هو الدرس الثامن عشر صفحة ثلاثة وتمانين اللي هو أمة الخير أمة الخير المقصود فيها هنا هي أمة الإسلام شرف الله تعالى هاي الأمة بأنها جعل فيها الخير إلى يوم القيام يعني رح يظل خير هاي الأمة إلى يوم القيام ووصفها بأنها أمة الخير لها قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وجعل من أعظم مسؤولياتها فعل الخير وحث الناس على عمل الخير وإرشادهم إلى الطريق الصواب والصحيح هلأ أبواب الخير عندنا عنيدة يعني ممكن إنسان يعمل خير بشدة طرق فجعل الإسلام لأبواب الخير ما يتعلق بالإنسان نفسه ومنها ما يعود بالخير على مجتمعه ووطنه ومنه ما يعود بالخير على البشرية جمعها هلأ أبواب الخير التي تتعلق بالإنسان نفسه بالإنسان نفسه اللي هو ما يفعله طلبا لرضى الله تعالى ونيل الأجر والثواب مثل إيش أشياء بترجع للخير للإنسان نفسه فعل الطاعات البعد عن المنكرات اللي هي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وبر الواردين وغيرها من الطاعات نين أبواب الخير التي تعود بالخير والنفع على المجتمع والوطن ما شو هي أعمال الخير اللي بترجع بالنفع على المجتمع والوطن اللي هي صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، الإبتسامة الطيبة، الصدقة، إيماتة الأدى عن الطريق، المحافظة على المرافق العامة، ونشر العلم والوقف هدولة برجعوا بالخير على المجتمع والوطن آخر شيء عنه هنا ثلاث اللي هي أبواب الخير التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء كيف ممكن أبواب هذه الخير ترجع بالخير على البشرية جمعاء؟ بتبليغ رسالة الإسلام وهدية مساعدة الضعفاء المظلومين والمنكوبين دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى الحق نشر قيم المحبة والاحترام والتقدير وقد جعلها الله تعالى من أفضل الأعمال عنده والإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى في عنده المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم يعني أنت لو هدية رجل بيكون أفضل إلك من أن يكون لك حمر النعم شو هي حمر النعم؟ هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يعني الحصول عليهم كان شيء صعب وهذا يؤكد على حرص الإسلام على هداية الناس وحتهم على ما يعود عليهم بالخير والبعد عن إيداءهم والتعدي عليهم بأي صورة من الصور إذن أبواب الخير ثلاث الإنسان على نفسه وعلى مجتمعه وعلى البشرية جمعا هلأ هون عنا ما هي أهمية دعوة الخير وأثرها؟ هلأ لعظم هذه المهمة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وأثرها البالغ في نفوس الناس؟ فقد أمرنا الله تعالى أول شيء هلأ رح نحكي عن أهمية دعوة الخير وأثرها؟ أكيد إحنا بنعرف أنه أي إنسان بدعو للخير فهو إنسان له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى شو سبب هاي المكانة؟ بسبب الشيء اللي بنعمله إحنا في نفوس الناس بنترك أثر طيب في نفوس الناس لذلك أمرنا الله تعالى أنه إحنا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة للناس كيف كانت دعوة الرسول؟ كانت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة كان يحبهم دائما بالدين يحاول يدعوهم بالخير وبطريقة لطيفة ما كان بالترهيب والتخويف لا بالعسل كان يتعامل معهم معاملة حسنة لذلك يجب على المسلم أنه يلتزم بقيم الخير في حياته سيكون له أكبر الأثر في أن يكون قدوة للآخر ويقنعهم بقيمة أخلاقه بالحسنة من دون إكراه أو إلزام بل يكون منهجه منهج الرحمة والرفق ويكون رحيما في تعامل مع الناس جميعا كما قال رسول صلى الله عليه وسلم والراحمون يرحمهم الله وهيك بيكون انتهى درسنا لليوم عندكم واجب حل أسئلة الدرس يعطيكم العافية